الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين خالق الخلق ورازقهم فهو الجواد الكريم وأصلي وأسلم على إمام المتقين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين شرف وعظم وكرم صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه فضل أمكينة على أمكينه وأزمنة على أزمنه والمؤمن الكيس الحصيف الذكي يغتنم هذه الأوقات ويغتنم هذه الأمكينة ومن ذلك رمضان فإن هذا الشهر الفضيل هذا الشهر الكريم الذي فضله لربنا عن سائر شهور السنة حري بالمؤمن أن لا يترك أيامه تمر عليه مرًا لا اغتنام له فيها لقد بيّن للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حيث قال هذا الحديث يبين فضل رمضان وأنه ما كان بين رمضانين هو تكفير للذنوب وغسل للحوب ورفع للدرجات وتأملوا معي ما جاء عند أهل السنن وغيرهم بسند صحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يذكر فضائل لأعمال ومنها رمضان يصعد في درج المنبر فيقف في سلمه الأول ويقول آمين ثم الثاني فيقول آمين ثم بعد ذلك يقول آمين فاستغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم استغربوا لهذه التأمينات الثلاث وما العبرة من قولها وما المراد من ذكرها ولمن أمن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ماذا أمن فيخبرهم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام أمين الوحي يأتي فيدعو للنبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويؤمن دعاء قائله جبريل موحى من رب العالمين وتأمين من النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اجتماع بين أفضل الملائكة وأفضل الخلق أجمعين فيؤمن على ثلاث أولها من أدرك رمضان ولم يغفر له في رمضان لا غفر الله له وفي الثانية من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ولم يغفر له لا غفر الله له وفي كل مرة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل يا محمد آمين وفي رواية رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له قل يا محمد آمين فقال آمين وفي الثانية رغم أنف من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له والثالثة رغم أنف من ذكرت عنده يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يصلي ويسلم عليك قل يا محمد آمين فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم آمين بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي الحديث الآخر الذي أخرجه أهل السنن كذلك بسند صحيح وقد ذكر رجلان من بلي دخل الإسلام من قبيلة بلي دخل الإسلام في وقت واحد واجهد كل منهما في الطاعات وفي أن يقدم خيرا لنفسه وأن يقدم عملا يليق به عند لقاء ربه فأما الأول فاجهد وصلى وصام وقام وجاهد في سبيل الله حتى استشهد في المعركة في رحل حرب وهي أعلى ذروة السنام الإسلام أعلى ذروة سنام الإسلام أو سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله وأما الثاني فبقي بعده ومات على فراشه لكن مكث بعده عام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه راوي الحديث رأى في المنام على أنه بباب وأنه يؤذن للذي مات ثانيا للذي مات ثانيا أي بعد صاحبه الذي استشهد والثاني مات على فراشه الأول مات شهيدا في سبيل الله فيؤذن للثاني على الأول ثم يؤذن للأول ثم يقال لطلحة ارجع فلم يحن وقتك بعد يرجع طلحة في نومه ويستيقظ ويعود إلى حياته فيقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي له ما رأى من رؤيا وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتسابقون إلى أن يرووا ما رأوه من الرؤيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيؤول لهم رؤياهم ومن ذلك ما عرف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يسعى إلى أن يرى رؤيا احترآها فذكر ذلك لحفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر طلحة بن عبيد الله النبي عليه الصلاة والسلام بما رأاه وقد تعجب لهذا الأمر كما تعجب الصحابة له فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من رؤية طلح بن عبيد الله قالوا نعم قال كيف وقد عاش عاما بعده كيف وقد أدرك رمضان أدرك رمضانا زائدا على صاحبي فكان شفيعا له وكانت هذه الأعمال التي قدمها في رمضان شفيعا له عند لقاء ربه جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ذكر ابن حبان في صحيحه وقيل على أنه فيه ضعف لكن مرره بعض أهلي العلم على أنه حسن لغيره قلنا أن في هذا الحديث أعرابي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له أرأيت يا رسول الله إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت وتصدقت وصمت رمضان أي صمت صوما صحيحا كما وصفت لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أكون ما هي منزلتي قال النبي عليه الصلاة والسلام فأنت من الشهداء والصدقين مرتبة عظيمة ومنقبة جليلة لمن أدرك هذا الشهر ولمن بلغ هذه الأيام التي نعيشها ونعيش في أكنافها وفي وسطها وفي أيامها فالحري بكل مؤمن بكل كيس الذي دان نفسه وعمل لما بعد الموت ولم يقف يترجى ويتمنى على الله الأمان أن يقدم بين يدي أعماله وبين يدي عمره أعمال صالحة في مثل هذه الأيام يرجو الله عز وجل أن يلقاه وقد راضي الله عنه في مثل هذه الأيام فاللهم اجعلنا من الراضين المرضيين المتقبلين المقبولين في هذه الأيام أجمعين وأن يجعل هذه الأيام ذخرا لنا يوم لقائه إنه القادر على ذلك ومولاه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه